بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السماحة والفضيلة علماء الأمة ضيوف مصر الكرام أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فمما لا شك فيه أن القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي بهرت آياته أصحاب العقول الراقية وأدهشت تعاليمه أصحاب الفلسفات السالفة بل والخالفة وأعجز نظمه المحكم المتين أرباب البيان والفصاحة وسادنة الحكمة والبلاغة وهو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هوداً ونوراً ورحمة للعالمين والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما الصنوان الذين لا يفترقان أبداً وهم المصدران التشريعيان الذين دارت عليهما وتفرعت عنهما جميع علوم المسلمين في شتى المجالات والتخصصات من عقيدة وفقه وحديث وأخلاق إلى غير ذلك وإن خير ما نجتمع من أجله ونتشرف بخدمته ونسعى لنشر تعاليمه الخالدة هو القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة التي تبين مجمل القرآن الكريم وتخصص عامه وتقيد مطلقه وتبين بجلاء ووضوح مقاصد الشرع الشريف من القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقد روى الترمزي رحمه الله تعالى عن سيدنا علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الزكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيق به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي الى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ من قال به صدق ومن عمل به أُجِر ومن حكم به عدل ومن دع إليه هُدِي إلى صراط مستقيم ومن عجيب إعجازه ومن عجيب إعجاز القرآن الكريم أن يسَّر الله سبحانه وتعالى حفظه واستظهاره وتلاوته على نحوٍ لافتٍ لم يحدث لكتابٍ من الكتب البشرية ولا لكتابٍ من الكتب الإلهية عبر الزمان والمكان وهذه المعجزة الباهرة لا ترتبط بلغةٍ ولا لسانٍ ولا زمانٍ ولا مكان بل نراها واضحةً جليةً في العرب وغير العرب في كل زمانٍ ومكان وما هذا إلا تحقيقًا لقول الله سبحانه وتعالى ولقل يسَّرنا القرآن للذكر فهل من مُدَّكر أن يسَّر الله سبحانه وتعالى حفظه وتذكُّره وأزال عن المُتدبِّرين المُحبِّين جميع العلائق والعوائق التي يجهدونها في غيره من الكتب حتى يسهل على أصحاب العقول الراقية والهمم العالية الاعتبار بتعاليمه الكريمة والعمل بأخلاقه الراقية وإن هذا الحفل الكريم ليدلُّ دلالةً واضحة على مدى اعتناء واهتمام مصر وقائدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يدلُّ على اهتمامهم جميعًا بالقرآن الكريم وبحملة القرآن الكريم وبتكريم حفظة القرآن الكريم وبإنزالهم المنزلة الكريمة اللائقة بهم فمصر قلعةٌ كبيرةٌ من قلاع التلاوة للقرآن الكريم وحفظه وتعليمه ونشر قيمه وأخلاقه الخالدة الراقية في العالمين والدولة المُصرية تُقدِّم دائماً كل الدعم والتكريم لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة هذا وإننا لنشكر لوزارة الأوقاف المصرية ولمعالي الوزير الأخ الكريم الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة نشكر لهم تلك الجهود المشهودة الجبارة في خدمة القرآن الكريم حفظًا وتلاوةً ودعوةً وبيانًا وتفسيرًا وهي جهودٌ لا تقتصر على هذه المسابقة فقط وإنما تمتدُّ لتشمل عقد المقارئ المستمرة على مستوى العالم كما رأيتم قبل ذلك عقد المقارئ المستمرة على مستوى جمهورية مصر العربية التي تلتف حولها أفئلة المحبين من الشعب المصري الكريم وكذلك إخراج التفسير الكريمة لكتاب الله تعالى من خلال الطبعات الفاخرة التي يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والتي تسعد العلماء والباحثين وطلاب العلم في شتى بقاع المعمورة وغير ذلك الكثير من الجهود التي تبزلها الوزارة سادة الكرام إن مصر الكنانة ومصر الأزهر الشريف ومصر الحضارة ستظل دائماً قبلةً لطلاب العلم الشريف وكعبةً ومنارةً علميةً لأهل القرآن من شتى بقاع المعمورة والدولة المصرية كانت وستظل راعيةً لأهل العلم والثقافة تقدم لهم كل الدعم من خلال مؤسساتها المختلفة وستظل مصر إن شاء الله تعالى مقصداً لأهل القرآن الكريم والعلم الشريف في كل وقت فإن هذه الرعاية من ثوابت الوطنية المصرية التي يدعو إليها ويؤكد عليها دائماً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى ورعاه وفي ختام كلمتي أتوجه بخالص دعائي لجميع العاملين في وزارة الأوقاف المصرية وعلى رأسهم معالي السيد الوزير محمد مختار جمعة بأن يكلِّل الله سبحانه وتعالى جهودهم بالنجاح والبركة وأن يُسدِّد خطاهم في العمل لخدمة كتاب الله تعالى والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعزة الحسنة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته